اشتركوا في القناة 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 طبعا الهند كانون راح يكون فيه تغيير واحد بس و راح يكون اقصد باقصد يعني وقت تصويبك للسلاح راح يكون اسرع من اول بحيث ان الهند كانون يقدر ايجاري الاسلحة الثانية لان لو تتذكروا ان التحديث الاخير اتكلمنا عنه من قبل الهند كانون ضاعفوا فيه اشياء كثيرة بحيث ان صار الناس ما تستخدمها ما عدا الهوكمون شي ثاني الهوكمون حال استثنائية فما حصار يستخدم الهند كانون فحاليا راح يرفعون الام تاون سايد او وقت التصويب للسلاحة بحيث ان يقدر يجاري مع الاسلحة الباقية وحين راح انتقل معكم الى الشتغنز و راح اتكلم عنه بالتفصيل طبعا قبل لا ابتدي مع الشتغنز اذا انت كنت تحب اول الشتغن بلنك شتغن و سلايد وجاء التحديث و خرب عليك راح اعطيك معلومة هذا التحديث راح ينزل راح يخرب عليك اكثر واكثر لان بعد ما تسمع هذه الاخبار راح تسد نفسك شوي ما راح تلعب في الشتغن نهائيا فخلينا ابتدي معكم اول شي الشتغن راح يكون الفولوف داماج حق السلاح راح يقل نص متر يعني بمعنى الكلام اذا كنت تقتل واحد من مسافة متر اخذ نصها راح يجيك نص متر يعني بعرب راح تكون مسافة لازم تكون اقرب لشخص حق تقتل بضرب واحدة بالشتغن هذا الشي الاول و الشي الثاني اذا كنت تجري وتوقف السلاح راح يكون جاهز حق تطلق حق تطلق راح يكون ابطى من اول وتعشيق السلاح راح يكون ابطى وتصويب السلاح اللي هو راح يكون ابطى و فوق هذا راح يحطون حق الشتغن بعد ما تجري وتوقف راح يكون فيه فرايمين تأخير يعني بالعربي الشتغن انتهى بعد السراحة ما اشوف اكثر من كده يعني يخصفون في الشتغن مرة انتهى الشتغن بعد التحريف انسى انك تستخدم شتغن بس الشي الوحيد اللي سوه انه زاده قوة الشتغن ضد الوحوش الاي اي بنسبة بسيطة جدا يعني هو اول كان 1.55 خلوه 1.6 بالعربي سلام عليكم يا شتغن و نخلي الشتغن على جنب و ننتقل معكم الفيوجن ريفل طبعا الفيوجن ريفل راح تغير فيه اشياء كثيرة و اول شي الشارج تايم سبيد حق الفيوجن ريفل راح تكون اسرع من اول يعني شحن السلاح او طلقت راح تكون اسرع الشي الثاني راح يكون تصويب السلاح اسرع ايم تاونسايد و الشي الثالث انه راح يكون السلاح اقل دقة لما تطلق من الهب فاير هذا بالنسبة لي يشوف شي ممتاز ل騎كن السلاح مرة قوي و يكون الكل يستخدمه في كروسوبل و الشي ما قبل الاخير مو الاخير شي ما قبل الاخير ان الامو في السلاح فيوجر ريفل راح يقلب كل الأسلحة في الفيوجر ريفل كلهم راح ينزل فيهم الأمو فممتلكة تحمل أدد كبير من الفيوجر ريفل ونت تلعب في كروسبل وشي الأخير أنه راح يزيد الدمج ضد الوحوش بنسبة كبيرة يعني أتوقع راح نشوف الفترة الجاية أن الناس تستخدم فيوجر ريفل ضد الوحوش إذا كنت تلعب ريد ولا شي ثاني أتوقع التلستو راح يكون شي جبار أو شي خرافي بمعنى كلامي في التحديث الجاية هذا أنت توقع يعني حطوها بين خطين تلستو مع التحديث الجاي شنو راح يصير وحين راح نتقل معكم إلى سنايبر ريفلز وستكلم معكم مع التحديث اللي راح يصير ما راح يتغير أشياء كثيرة الشي الأول إذا غيرت السكوب حق السنايبر حطيت عالة اللي يعب السنايبر يلعب شوت غيز أو يلعب بعمبوش إذا حطيت السكوب حق مسافات بعيدة راح يكون يدمج في المسافات بعيدة أحسن يعني بمعنى كلامي حاليا فيه مشكلة في السنايبر إنك إذا تحط السكوب حق مسافات بعيدة ما يعطيك الدمج الصحيح فهذا السوق راح يعدون الكودنج حق اللعبة ويعطونك الدمج الصحيح وشي الثاني لاكين دي شامبر سنايبر ما راح يقتل من ضربة واحدة زي ما حاليا يصير إذا عندك سنايبر في لاكين دي شامبر يضربك ضربة واحدة وتموت ما راح يصير لازم تحتاج هيتشات حق تقتل واحد بسنايبر فهذا بالنسبة لي أشوف شي ممتاز لأنك إذا تلعب في تايزة أو في سيروس ويضرك في الجسم وتموت من ضربة واحدة مرة شي ممتاز والسلاح اللي بعد راح يكون معاني السايد آم طبعا السايد آم راح يتغير فيه شي واحد بس وإنك إذا حطيت السلاح وحملته أو يعني حليته أكوبت عندك في يدك اللاعب راح يكون أسرع في الحركة وأسرع في التصويب وهذا الشي الوحيدة راح يتغير في السايد آم ما راح يتغير فيه دمج أو أي شيء وإحنا راح نتقل معكم الأسلحة الإكزورتك ورح يكون معاني أول سلاح The First Curse طبعا The First Curse راح يتغير فيه أشياء كثيرة أهم شيء البرك The First Curse نفسه إذا قتلت أحد بهيتشات راح يكون لأكتيفيت وإذا صار لأكتيفيت راح يكون سلاح ثابت أكثر راح يعطيك MSS في الراس أكثر ورح يعطيك رينج أكثر هذا أهم شيء وطبعا الشي الثاني راح يعطيك رينج ومجازين أعلى في السلاح والشي الثالث وهذا أهم شيء إنك إذا قتلت واحد وصار The First Curse أكتف أو إنس برك شغل طلعت الغوست اللي حقك ورجعت الغوست حاليا تروح خاصية السلاح ويتعطل The First Curse بس مع التحديث الجديد ما راح هذا شيء يصير ورح يتصلح هذه المشكلة وإحنا راح نتقل معكم للسلاح الإكزورتك ورح يكون معاني الشابرون طبعا الشابرون راح ينزل الدمج فيه بشكل كبير والهيتشات في السلاح راح ينزل فيه بشكل فضيع مو بس كبير بشكل فضيع فأنا ما قدل لش خلوه سلاح أكزورتك ورح ينزلون بهذه القوة لرح نشوفه بعد التحديث فهذا كل شيء عن الشابرون ورح نتقل معكم للسلاح اللي بعده والسلاح الأكزورتك اللي راح يكون معانا هوكمون طبعا هوكمون راح ينزل فيه الدمج الرينج مو الدمج راح ينزل فيه الرينج بشكل كبير والشي الثاني البرك الخاص بالهند كانون اسمه لكين دي شيمبر راح ينزل الدمج فيه يعني ما يبون بنجي انك تقتل واحد بضربتين بالهوكمون يبون يخلونك من ثلاث ضربات وعلى هذا الشي اللي حاولون يساولونه حاليا بعد التحديث الجديد والسلاح الأكزورتك اللي بعد راح يكون معانا فابين ستراتيجي طبعا هذا السلاح الخاصة بالتايتن بكينت بقول له الهنتر بس هذا السلاح الخاصة تايتن ورح يتغير فيه أشياء كثيرة راح يتعدل على السلاح بشكل كبير وبحيث ان يكون الريت فير فيه أعلى راح يتغير فيه بركين راح ينشيل راح يحطون والشي الثاني راح يشيلون ويحطون فيه هذا الشي الأساسيين وشي الأخير راح يكون السلاح ثابت أكثر وريلود لحقه أسرع هذا كل شي عن الفابين ستراتيجي وان شاء الله يكون سلاح ممتاز والسلاح اللي بعد راح يكون معانا طبعا طبعا راح يشيلون السكوبس اللي عليه التطويرات مع السكوبس ورح يغيرونها ويخلونها بارل أبغراد زي مثلا السلاح اللي راح يتذكر ايه السنايبر حق الهنتر اللي ما تلاحظ ما تتغير السكوب بس يتغير البارل اللي فيه هذا راح يكون كده بلاك سبندل والسلاح الأكزوتكي الأخير اللي راح يكون معانا في هذا اليوم وفي هذا الفيديو راح يكون سليبر سميولانت طبعا الأمو راح يخلونه من 7 طلقات إلى 9 طلقات والشي الثاني راح يشيلو جلتش في السلاح انك اذا ضربت كنضربه وبدت السلاح راح يعطيك فل أمو في السلاح اللي بعده عادتين يسومونه في السيف وهذا اللي قلتش ما اشوف احد يستخدمه بشكل كبير بس انه يبوني يصلحونه ما يبوني يخلونه في اللعبة فتقريبا شباب كده تكلمنا عن جميع الأسلحة بالتغيرات اللي راح تكون في الأسلحة بالضبط وبالنسبة لي اللي اشوفه ان اسلحة الهند كانون يمكن ترجع مستواها بشكل بسيط مع انه ما اتوقع السلاح الوحيدة راح يكون اتوقع قوي The Last World ما اشوف اي شي ثاني غيره طبعا هذي كلها ما عندي توقعات واتوقع ان سكوت ريفلز راح يكون شي جبار والناس تلعب كلها بسكوت ريفلز والبولز الناس راح تبتعد عنه شوي الأوتو ريفلز يمكن تقريبا فيه اشوف يعني اتوقع ان السلاح رجيم وزهاله راح يكون شوي موضوعهم في السوق شوي ممتاز فتقريبا شباب وصلنا هذا فيديو اتمنى عجبكم استفدتم مني شي فلا تنسى اللايك فيه سبسكلايب اشوفكم آخر في فيديو جاي السلام عليكم